بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مدارك ولنا في حلقتنا وقفات مع تلك الرحلة العظيمة تلك الرحلة التي كانت في حدث استثنائي على مستوى البشرية تلك الرحلة التي فيها سفينة النجاة وفيها المؤمنون وفي مقابل ذلك الغرق الذي غرق فيه البشر جميعا موقف عظيم وحدث جسيم مرة في تاريخ البشرية ذكره القرآن ونبه إليه نبينا العدنان محمد صلى الله عليه وسلم قصة سفينة نوح وكيف أن الله جل وعلا أمر نوحا أن يبني هذه السفينة بعد أن استكبر قومه ولم تعد هناك أي فرصة أن يؤمن أي واحد منهم أو أن يكون من ذريتهم من سيؤمن فجاء الأمر الإلهي لنوح عليه السلام بأن يبني السفينة وأن يصنع السفينة يصنع الفلك فإني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ثم جاءت اللحظة التي لن ينجو في الأرض إلا من كان في تلك السفينة سفينة نوح كما جاء في وصفها أنها كانت مغطاة فلا يأتيها الماء من فوق ولا من الجوانب وهذا من حفظ الله جل وعلا ووحيه فإن الله قد تكفل منذ اللحظة الأولى بصناعة تلك السفينة وصنع الفلك بأعيننا ووحينا يعني بتوجيه وإرشاد من الله حتى وهي تمشي ويتجري تجري بأعيننا أي السفينة جزاء لمن كان كفر فكانت تلك اللحظة المهيبة هم في السفينة تتلاطن بهم الأمواج وتذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال في تلك اللحظة نوح عليه السلام ذكر شيئا مهمة ذكر ابنه الذي لم يكن معه الذي دعاه ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يظن أن أباه يوم دعاه بحسبة دنيوية ولم يعلم أن أباه نبيا لم يوقن ويؤمن يوحى إليه وأنه لن ينجو أحد إلا من ركب في السفينة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء حسب حسبة مادية وهذا الإشكال الكبير أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات يوم تأتي الحسبة المادية البحتة دون إيمان ودون يقين ودون نظر لسنن الله الشرعية يكون هناك اضطراب ويكون هناك وقوع في العقوبات هذا ما حدث لابن نوح فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير حياكم الله أخوات الكريمات تجبر ابن نوح كما جاء في بعض الآثار أنه وكان اسمه أيام كفر بالله تبارك وتعالى وعمل عملا غير صالح لم يؤمن بأبيه ناداه أبوه استعطفه لعله يؤمن لعله يرشد قال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال يا أبتي قال سآوي إلى جبل ياصمني من الماء رد عليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج موج عظيم شديد لا ينجو منه إلا من كان في تلك السفينة فكان من المغرقين لا إله إلا الله هذا المشهد الأخير لابن نوح مع نوح عليه السلام يعطينا رسالة مهمة جدا في هذه الحياة أن نوح عليه السلام حرص حرصا شديدا على أن يصلح ذريته وعلى أن تنجو ذريته من الغرق وبذل الأسباب وحاول لكن ابنه لم يستجب وعدم استجابة الأبناء لا تدل على سوء الآباء إذا كانوا قد بذلوا السبب بل تدل على أن لكل نفس ما كسبت فإن نوح عليه السلام لم يستطع أن يكون سببا في نجاة ابنه الذي كفر كان يرجو رجاء يظن ظن أن ابنه من أهله وأن الله جل وعلا قد وعده أن ينجيه وأهله كان يظن أنه من أهله بالخطاب العام من الله تبارك وتعالى لنوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني وعدتني أن تنجيني وأهلي فرد عليه المولى جل وعلا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي بعض القراءات إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هنا نوح انتبه إلى أن المقصود أن ينجيه وأهله من المؤمنين وليس من كان من أهله من الكافرين وهذا فاصل مهم جدا يعلمنا أن الأب المؤمن لا يستطيع أن ينفع ابنه الكافر وأن الابن المؤمن لا يستطيع أن ينفع الأب الكافر وهنا نجد أن الإنسان يحرص على ذريته فنقول لمن ابتلي بالأبناء العاقين أو ابتلي بالأبناء المنحرفين نقول له مادمت قد بدلت السبب فلا شيء عليك ولا تحزن فإن نوح وهو النبي الصالح ابنه عصاه ولم تنفع شفاعة نوح له التي كان يظن بها أنه من أهله لكن الله حسم الأمر قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهذا ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم من بطأ به عمله لم يسع به نسبه اجتهد ولا تركن إلى نسب أو سبب إلا الطاعة والتجاء إلى الله تبارك وتعالى بهذا القدر نكتفي ونستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته